السلام عليكم البنات كديري نبس عليكم كنتمنى تكونوا بألف خير وانتم تشاهدوا هذا الفيديو جديدة وصفة جديدة ان شاء الله في القناة اللي هي سباكيتي العشاق سباكيتي كنظن بأنها أحسن سباكيتي ستأكلوها في حياتكم كيفما كليسة انا وعجباتني وعجبات ولداتي رائعة صراحة تشاهدوا الفيديو حتى النهاية لتطبقوا نفس المراحل وتخرج لكم بنفس الماضاق وشكرا لكم على الزيارة وشكرا لكم على المشاهدة وبقوا معايا مما نطول شعريكم ومرحبا بكم مرة أخرى معايا في القناة أول حاجة كنبدو بها البنات هي البصلة كنشلضوها كناخدو الكيميا على حسب الكيميا دي الجاج لاننا غنديروا الجاج في هذا الوصفة كنشلضوها مزيان كنشلضوها مزيان كناخدو التومة خمسات الفصوص انا صراحة كندير التومة بزايد خمسات الفصوص اللي كنحكوهم مزيان انا درس خمسات الفصوص مصوصتين كنناخدو الربيع كنقردوه مزيان بحالة سنطيبوه بطريقة كنقردوه مزيان وقدرتو الربيع بزايد على حسب بلصوص ودجاج وإلا بقتشي حاجة سنضيل لها الملحة وكنضيلها في تلاجة كنخسر موالو اضفت عليهم التومة سنضيف عليهم البصلة وانتوما كنديروا الكيميا اللي انتو ما بغيين هذا يبقى عندك ميزانك سنضيف الملحة في الملحة والحامض ويقوم بوكتروا من الملحة يبقى موالو كنخسر من الملحة سوف نضيف الربيع سوف نضيف زيت الزيتون نضيف زيت الزيتون نضيف الزعفران سوف تقلق فوق البطاق سوف تشحر جيد نضيف زيت الزيتون نسلق لإنضافه ونضيف المطيشة سوف نستفيد الشموضة نضيف التحفر ونضيف الجموضة اضعوا الاسوس عادية و يريدون ان تستغناء على هذه المرحلة اضعوا شكاع الاسوس في الغميرة التي سيقوم بها تضعوا 0.5 معلقة على حسب الكمية تضعوا الاسوس تضعوا غمس معلقة تضعوا كمية كثيرة تضعوا المعلقة صغيرة تضعوا الحموضة تضعوا الاسوس مع المعجنات تضعوا مراحل تضعوا الحموضة و تضعوا مراحل لأن تستغناء على هذه المعلقة و لكن انا أريد ان نستفد من مالتشا لا أريد أن نفعل مالتشا كيف يمكنك ان نفعل حيث سوف نستفد من مالتشا ثم نضيفها تضعوا و نرى التئمات المراحل دعونا المالتغلة لتضعوا ملتشاة نضيف زيت زيتون نضيف الملح نهرس الملح نهرس الملح نضيف الضغمير نضيف السلق نضيف الملح نضيف الملح أكبر نضيف لها ربيع نضيف لها زيت نضيف لها توابل جبنين الملح نضيف حمارة نضيف لبزار و الفلفل الأسود نضيف راس نضيف العضو حاول نضيف نضيف ندخل نضيف نضيف نقوم بوضع من نضيف 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 سوف نخلطها مع سباكيتي سوف تكون ناشفة البنات سوف تكون عاقدة هذه الدغميرة سوف نضيف سباكيتي سوف نضيف عليها الدجاج سوف نحاول الركبيت سوف نخلطها جيدا سوف نخلطها جيدا سوف نخلطها جيدا سوف نضيف السباكيتي سوف نُضيف سباكيتي سوف نحاول الدجاج سوف نحن نضيف سباكيتي سوف نقوم بتقرير مرحلة سوف نضيف السباكيتي نضيف العافية سوف نضيف مع القرارة نحرك بدون توقف نضيف حليب نضيف حليب نضيف حليب نضيف حليب نضيف حليب نضيف حليب لتأكد حليب نضيف حليب نضيف حليب لنضيف حليب حموضة نحاول نوزعها صدقوني ابنتك تجيبنينا سباكيتي صراحة من أفضل سباكيتي سباكيتي نوزع سباكيتي نرى سباكيتي سهلة لو كانت عاقدة ستجيكم صعبة لتوزعها على سباكيتي لها دخليها لا تكون جارية لا تكون عاقدة في هذه الكثفة تكون أفضل سباكيتي سباكيتي نضيف حموضة المرحلة نضيف حموضة هنا لا تريد أن تستغنوا لفرماج وتريد استغناء الفرماج ونضيف حموضة نضيف حموضة سباكيتي سوف نضغط عليها قليلا لكي تشتلي الفورمة المول سوف ندير نفس المراحل اللي درتها في المرة الأولى هي اللي سوف ندير في المرة الثانية وأنتم سوف تشاهدوا معي اشتركوا في القناة من بعد ما كملنا المونتاج سباكيتي ديالنا البنات واحد لإضافة أخيرة اللي بغاها تبقى اختيارية ولكن كتعطيل مادة قزوين اللي هي الزعتر محكوكة البنات راس خنط الفران قبل دابع ندخلها بشكل طيب وبقوم معي بشكل نهائي وأخيرا طابت البنات سباكيتي شكل ديالنا يجي بحل هاركا ريحتها طلعة كتشهية البنات ما شاهدتكم سمحوا لي يا بنسبة اللي عزيزة عليه سباكيتي يعني الناس اللي كاعشقوا سباكيتي بميادة غنقطع لكم باش شوفوا صراحة ولدتي راوم واقفين علي باغن يأكلوا كي تنوها بفارغ الصبر مع ريحتها طلعة كتشهية يعني بحل ديال البيتزا سوف نحطها ونشوفوها كيفاش كتجي كتجي زوية صراحة هي ها ديال بنات كنتمنى الوصفة ديال اليوم تنال الإعجاب ديالكم إلا عجباتكم مراكم عارفين اجنو غديرو خليوا لي لي لايك ديالكم واشتراك في القناة مرحبا بيكم نكبلوا العائلة إن شاء الله بإذن الله كنتمنى الوصفة ديال اليوم تستفدوا منها وتنال ريضة ديالكم ونكتمنى نكون عند حسن ظنكم ونكون خفيفة على قلوبكم وصلنا نهاية لفيديو ما سخيتش بيكم البنات كيف العادة ودائما تحت شعر نبقى في ديورنا ودائما بالدعاء الله يرفع لنا الواباء والبالاء ونرجعوا لحياتنا الطبيعية إن شاء الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله